اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب ان الانجازات المتواصلة التي يحققها فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية في المشاركات الخارجية تؤكد المسيرة الناجحة للفريق في ظل الدعم الذي تحظى به الرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واعرب سموه عن سعادته بفوز الدراج مارك بادون بالمركز الاول في طواف كريتوريم دو دوفين الذي اقيم في فرنسا وشهد منافسة قوية على المراكز الاولى واثبت فريق فيكتوريوس البحرين مكانته المتميزة في تواجده الثابت والصعود المتواصل على منصات التتويج وهو ما يعطي الحافزة في مواصلة دعم مسيرة الفريق وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذا الانجاز الجديد يأتي امتدادا لسلسلة من النجاحات التي حققها الفريق طوال الفترة الماضية وأصبح علامة مميزة في تحقيق الانجازات لمملكتنا الغالية مبينا سموه أن الانجاز سيعطي الفريق دافعا كبيرا في مواصلة حصد الانجازات والتواجد الدائم على منصات التتويج في السباقات القادمة وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالإمكانيات العالية التي يمتلكها الدراج مارك بادون وحرصه على تقديم أفضل المستويات في الطواف وتحقيق المركز الأول متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح